النهاردة هو القمة الثلاثية أو اللقاء الثلاثي اللي جمع ثلاث زعماء في القاهرة واستلهاما من العنوين الصادرة تحديدا في جريدة الوطن وعنوانها الرئيسي بقى لهذه القمة هنا فلسطين من القاهرة ده حقيقي مصر استضافة الملك عبدالله الثاني ملك وعاهل الأردن مصر استضافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن علشان يتم بحث تطورات القضية الفلسطينية فخامة الرئيس استقبل كلا الزعيمين وبدأ الرؤساء أو الزعماء الثلاثة القادة الثلاثة ينقشوا الأوضاع الرهنة وبالتأكيد وصلوا إلى مجموعة من هنسميها إيه؟ مش هقولك الضمانات لكن أقدر أقولك أنه وصلوا إلى مجموعة من الأفكار الرئيسية أو المستقرات لو صح التعبير فيما يتعلق بالقضية قضية الصراع العربي الصريوني طبعا مما لا شك فيه هو أنه لا حل إلا إقامة حل الدولتين وعلى حدود 67 على أن تكون القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين وأكد القادة العرب مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة استمرار الجهد المشترك لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين زي ما كنا بنقول ومصر صحبة موقف واضح شديد الوضوح من 2014 من وقت تولي فخامة الرئيس الحكم بل وفي خطابه الاستهلالي في قصر القبة بالقاهرة رجل تولى مهامه كرئيس جمهورية في نفس اليوم اللي بيتولى فيها مهامه أكد على أنه القدس الشرقية عاصمة فلسطين كل الحلول المطروحة من قبل جمهورية مصر العربية كعاصمة صنع القرار العربي وصاحبة القدرة الوحيدة على إيجاد الحل بالمناسبة كل الحب والتأدير للكل البلد الوحيد اللي يقدر يشتغل على حلول البلد الوحيد اللي يقدر يشتغل على وقف لقدر الله إطلاق نار البلد الوحيد اللي يقدر يخلق مصالحة فلسطينية فلسطينية هو مصر البلد الوحيد اللي يقدر يوفق ما بين الجهود هو مصر أهلا وسهلا بكل العواصم من العين دي قبل العين دي وعلى الراس بس ما فيش حدها يعرف تحت أي ظرف ومهما كانت الأمور في شكل تطورتها أن يحتل دور مصر كعاصمة القرار العربي الحلول اللي بتترحى مصر هي حلول وفق القانون الدولي ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ووفق مبادرة السلام العربي بيشدد القادة على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني واحد وطبعا حقوق المشروعة تكاتف الجهود يا سادة تكاتف الجهود يا سادة علشان نقدر نلاقي أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جدة وفاعل الحل القضية الفلسطينية على أساس الحل المطروح حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي العالم لن يقبل سوى حل الدولتين تكاتف الجهود